موسيقى مساء الخير أهلا وسهلا بحضراتكم وأولى حلقات كلام تاني لهذا الأسبوع حلقة يوم القميس المواجهات المسلحة في سيناء تتصدر بقرة الأحداث في مصر خاصة بعد قيام عناصر إرهابية من أنصار بيت المقدس بالهجوم على أربعة كمائن بشكل متوازن للقوات المسلحة هذه الهجمات الإرهابية أدت إلى مواجهات عنيفة ما بين القوات المسلحة وما بين هذه العناصر الإرهابية قبل الهواء مباشرة أكد لي المتحدث العسكري العقيد محمد سمير ارتفاع عدد شهداء مصر من هذه المواجهات إلى 15 شهيد من أبنائنا في الجيش الثاني الميداني بالإضافة إلى نجاح القوات المسلحة من خلال عمليات عسكرية وسعة استقلمت فيها قوات استعاقة وطائرات الأباتشي في القضاء على 24 من العناصر الإرهابية مصرح الإرهاب الحقيقي هو سيناء من الطبيعي وهم يرون أن مصر تتقدم أن هناك دولة تستعيد قوتها تنجح في تنظيم المؤتمر الاقتصادي ويكون هناك حجم تمثيل دولي كبير تنجح في تنظيم قمة عربية على هذا المستوى من التمثيل الدبلوماسي العالي ومشاركة مرتفعة للغاية 19 دولة في هذا المؤتمر وقتمر قمة العربية من الطبيعي أن تصاعد هذه العناصر الإرهابية من عملياتها لمحاولة كسر إرادة المصريين الحمد لله إرادتنا قوية صحيح مصر كلها النهاردة بتعيش يوم صعب وحزين صحيح أننا فقدنا 15 من أبنائنا من الجنود البواسل في الجيش الثاني الميداني ربنا يرحمهم وربنا يرزق أهليهم الصبر والسلوان في هذه اللحظات الصعبة مصر لن تنسى هذه الدماء الزكية نحن في حرب حقيقية وزي ما كان العميد محمد سمير متحدث العسكري بيقول لي قبل كده نحن لدينا عقيدة قتالية نؤمن أننا في حرب وأنه لا بد أن يقع مننا ضحايا وشهداء في هذه الحرب رحم الله هؤلاء الشهداء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا وسهلا بحضراتكم منذ الساعات الأولى من فجر هذا اليوم كان هناك مخططا إرهابيا كبيرا لعناصر أنصار بيت المقدس لاستهداف قواتنا في شمال سيناء من خلال هجوم على أربعة مناطق أو كمائن أمنية بشكل متوازن كان هناك مخططا كبيرا لإرباك القوات المسلحة في شمال سيناء من خلال تنفيذ هذا المخطط استخدمت أسلحة ثقيلة استخدمة الأربجي بشكل واضح جدا هذه العمليات منذ فجر هذا اليوم أدت إلى دخول قوات المسلحة وقوات الجيش الثاني الميداني في مواجهات مع هذه العناصر الإرهابية نجحت قوات الأمن بعد تدخل القوات الجوية في هذه العمليات واستخدام قوات الصعاقة وطائرات الأباتشي في القضاء على 24 من هذه العناصر الإرهابية طبعا للأسف الشديد زي ما قلت لحضراتكم استشهد 15 من أبنائنا في الجيش الثاني الميداني في هذه المواجهات كانت مواجهات صعبة كان هناك مخططا لإقاع أكبر عدد أو استهداف أكبر عدد من قوات الجيش في شمال سيناء من ما أدى إلى عملية عسكرية ومواجهات وسعة النهاردة يوم صعب الحقيقة في سيناء التفاصيل في تقرير الزميلة ياسمين عدل مرحلة من الهدوء لم تدم طويلا على شبه جزيرة سيناء حيث شنت عناصر مسلحة تابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس فجر اليوم هجوما مسلحا على أربعة أكمنة متفرقة في نفس التوقيت بينهم اثنين في منطقة الشيخ زويد وهما قبر عمير والخروبة وكميني الوفاق وولي لافي في رفح واشتبكت قوات الأمن مع المسلحين على مدار ثلاث ساعات تبادل فيها الطرفان إطلاق النيران وخلفت الهجمات الإرهابية سقوط عشرة شهداء من قوات الجيش وإصابة أحد عشر آخرين بالإضافة لاستشهاد ثلاثة من صفوف المدنيين وإصابة عشرين آخرين بينهم طفلان بينما قتل خمسة عشر إرهابيا خلال هجمات تأنفذتها القوات المسلحة لتمشيط المنطقة وحملة مداهمات موسعة للمناطق المجاورة للأكمنة للبحث عن باقي العناصر الإرهابية واستخدم المسلحون خلال العملية الإرهابية قذائف RBG والأسلحة المتوسطة وفقا لبيان المتحدث العسكري العميد محمد سنر فيما أغلقت قوات الجيش الطريق الدولي وبعض الطرق الجانبية عقب الحادث لمحاصرة العناصر الإرهابية ياسم عادل كلام تاني المواجهات كانت عنيفة للغاية في سيناء النهاردة يوم صعب من الطبيعي جدا أن نحن نبقى عارفين أن التصعيد ممكن أن يتم ومصرح الإرهاب الحقيقي هو سيناء والتحدي الكبير اللي بيواجهنا في مسألة الإرهاب هو الشق المتعلق بالمعلومات عندنا مسألة مهمة جدا مسألة المعلومات لأن هذا التنظيم الإرهابي الذي يتحرك في سيناء نحتاج لمواجهته لمعلومات لأن المعلومة هي الأساس في هذه المسألة كان هناك مخططا واسعا على ما يبدو لما يستهدفه أربعة كمائن بشكل متوازن وفي نفس التوقيت وتكون هناك تصريحات لمصادر عسكرية أن كان هناك مخططا أكبر لإيقاء أكبر عدد من الضحايا يبقى المعلومة هنا بتلعب دور مهم جدا التعاون من القبائل في سيناء تعاون في غاية الأهمية وفي غاية الحساسية النهاردة زي ما حضراتكم كنتم بتشوفوا استخدمت القوات الجوية الطائرات الأباتشي لتعامل مع هذه البؤر الإرهابية ونجحت بالفعل في قتل ما يقرب من 24 من عناصر أنصار بيت المخطط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر